كل سنة وانتوا طيبين وبعودة الايام الحلوة يا رب ودايما كده بيبنى مفتوحة لكل العرب والكل اخوتنا والجراننا وحبيبنا وكل اللي تعمل كحكة امانة عليها تدي جرانها مسيحيين مسلمين تدي جارتها اللي فوق تدي جارتها اللي تحت تدي جارتها اللي بعدها بخمس شوارع أو سبع شوارع ده النبي وص على صابع جار وكل سنة وانتوا طيبين ونهاردة هنعمل كحك وبسكوت وكلنا ندي بعد مسلمين مسيحيين فوق يا جران تحت فوق شيعة وصنة كلنا ده ايام مفترجة وعيد يجعلوا علينا يا رب بالخير وبالهنى ويا رب اللي جاي يكون احسن وكلنا كده الدول العربية ان شاء الله يا رب ادعوا معايا كلكم يجينا اتبقى كحك من الدول العربية من الكويت ومن السعودية نود اتبقى كحك ونجيب اتبقى كحك نجيب والحاجة كمان جايبالي معاها طبق كحك نهاردة هنعمل الكحك والبسكوت حاجة مش مكلفة وسهلة يعني بلاش تمسك كده تنقري كده مع جوزك وتقول له ايه اللي عاوز اعمل كحك وبسكوت وكان هناكك ولا حضر بسكوتها كل البصد اه بين البنين كده بين البنين اه هنعمل النهاردة حاجات مش متكلفة اه يعني انت ممكن تعملي كيلو زي ده كده يملى الدنيا يملى الدنيا أنا عمنا كيلو ونص لاني كرتونة كده انت؟ اه كيلو ونص كحك وكيلو ونص مش كوي ملو قطع اللهم صلى عني اول واحدة يعني انا كده بقول على الكحك الكحك الكيلو دقيق ياخد نص كيلو سمنة ياخد نص كباية لبن او يعني كباية لربع هياخد معلقة رحة كحك معلقة صغيرة مش كبيرة معلقة رحة كحك هياخد معلقة خميرة هياخد معلقة خميرة هياخد معلقتين سكر بودرة وهياخد معلقتين كبار سمس وهنحط نص كيلو لبن يعني النص كيلو هيجي كباية كده يعني كباية كباية ونص على زي ما ايدك كده تخدم العجينة ولا انت بتحطي اكتر طب انا عاوزك يبقى يخطي عجيني زي ما بنعجن في بيتنا بس الاول حاجة نحط رشة ملح البركة بساعتنا كده كل حاجة هنا بنعملها زي اللي بنعملها في بيتنا بالزبط بالزبط حاجات جميلة الله يا رب يديم عليك الخير كل حاجة سنة بقى انا حطيك الاول السمنة عشان السمنة سخنة احطي وقلبي على مهل اي بيتها ايه احطي حطي عشان يبس يسلم حسك يا ام اخطي السكر اهو عشان شوات السكر دوروا يحمروا شوي وانا هدوبلك الخميرة في شوات لبن عبال بس ايه ما تبس انت عشان او حطي حطي عشان هو الكيلو احنا يعني بنحطله نصية كده دايما الكحك لما السمنة تحطيها عليها تكون سخنة بس ما تحطيش الخميرة مع السمنة غير لما تبقى هادية شوية عشان الخميرة ما تنامش لان الحاجات السخنة قوي تخلي الخميرة ما تقومش معاك ويتبس بقى كده عم ناشف قبل ما تحطي اي حاجة يعني تحطي الدقيق ومعه السمسم ومعه رشة ملح كده سنة وإحنا بنقول عليها رشة بركة كده ومع لقتين سكر على الكيلو زي المقادير اللي منزلهان اللي هتنزل دلوقتي نفس المقادير يمشي عليها والخميرة دوا بها في شوية لبن وحطيها عليهم بس بعد ما تهدى شوية وهنبس كده عشان تبقى الكحكة كده منورة تبقى من جوة كده مفتحة ومهوية بس بقى كده بس كده يا خلط المصالح شوفي كده احنا بنبس كده ايه رأيك في البسة دي عشان بس مايعرقش معنا نديله كمان حب عاوز حب تسامنة عاوز حب تسامنة اه بحبه ناعم اه بيبقى ناعم وحبه يعني الكيلو نحطله قد ايه سامنة خلط المصالح ناعم ناعم نص كيلو بالزبط اه زبطة الميزان يعني ايه نص لكن كيلو بس كويه رمع رمع شنة رمع سكر اه المهدير قدامنا هي بتاعت الكحك انتي اللهم ياختي ايوة كده ادي بس كالمضرب وعمالك ايوة كده ايوة كده ايدي كلها بركة ده لقيت حلوة ايدي اعمليه كده وهو هيبقى زي بس ياختي اسمال لعلاق دي ايديك زي الفل اديها بس كده عشان الكحكة تورق يا بجدعي خلط المصالح ايوة كده شطر ده انتي اديك غريبة تسلمي وتعيش زي الفل لسه فيش واتحين لسه فيش واتحين لا ده انتي اختحلك زي الفل ايوة فداغي كده يختس ماله علاق ديك يفداغي ساز نبيل اه يعني القليل بيكفي الحمد لله الحمد لله الحاجة تكفي بتاعتي اتنين تكفي اربعة زي ما رسول الله قال عليه الصلاة والسلام يعني احنا قعدتنا الحلوة دي مش مكلفانا حاجة ولا حاجة كيلو دقيق ونص كيلو سامنا ويكون باية لبن وتلمنا على بعض وقلنا يلا نعمل الكحك لكن بقى المحبة بقى يا ست مصالح بالانطار ده حابة بنا كده وإحنا قاعدين كده يخطي بالانطار كده مش عارفين نود المحبة فيه ايه قوليلي بقى انتو بقى لكم بقى قد إيه سحاب انتو بقى ومصالح كده والحبايب بقى لنا أربع سنين بقى لنا أربع سنين يا صلاة النبي يا صلاة النبي ده جرولة بالشوفة يا رب كل الشباب بتوعنا يشتغلوا كلهم كده ويرزقهم كده كلهم وربنا يفتع عليهم واللي ما تجوز يتجوز وانت ودي أسامة تتجوز ان شاء الله خذي رسا جميلة بصي لما حاولت لأ ورهاله بقى للمخرج ولو تفرج دي أحلم من تانية ازاي شف عشان انت حاول سي بي سي بي هو هيتصرف يلا شاتر طيب سي بي سي بي هو يعتمد على نفسه هو شاتر خذي معي يلا يا جديد وشاتر جميلة انت تعرف ان العيال ما يتغيروش كده بالقر على طول تفضل يا واد يعمل يا واد سوي يا واد وتقر كده في قراص العيل عارفة لما تاخد العيل كده بحنية خلتمو صلاح نعم خلتمو صلاح عارفة لما تاخده انت قادرة بقى من اللي أنا بتتلم فيه العيل لما تاخده كده بالراحة وبالحنية مش يبقى احسن لما تفضل تقر في قراصه كده ولا لما تضربيه اه ضرب العيال وحش وحش اه معانا اللي بيضربوا بازعر منهم اون اه اللي محدش يضرب عياله اه والله يضربون ضرب وحش لا محدش يضرب جميلة دي كمان اللي أنا اه 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 لا 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 شوفي بقى فرصة ان المصلاح قاعد كده خصيمه النبي اللي يضرب عيه بتضربيش العيال ابدا ده العيال احبابه لا ياختي لا ياختي ليه يعني لفي بقى الساك كده اه شاطر شاطر كل حاجة بتجي بالراحة بالليم وبالحنية كله يمشي هي العيال فعلا ما بقاشي زي الاول اه ايوا اولي كده با اه نفسي مرضي ما نعملشي كده ايوا لا في فرن في الشارع اللي ورانا كده هناخد الحاجات السجاد دي ونروح هناك اللامة بقى هناك والاطفال والستات السنة اللي فاتت كان يوسف اللي جي شال السجاد وراح وداها السنة دي هنعم اقول يا حرتك يا درتك يا غالي يجيب يوسف منين محمد هو ده اليوسف اه لا انا يوسف ويوسف موجودة وعملي الف وانت كمان يا يوسف هتيجي معنا ماشي ماشي يا يوسف ولعارف اللي محمد زاكي ما ينفره شاطر يا يوسف ماشي يلا تعال نعمل انا وانتي كده اخدت المصالح انت ايدي كلها باركة ماشي ماشي عاوزين كده نبطت حبة كده نقطحهم كده بس كود كده نبطت حلس سنة ماشي 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 اشتركوا في القناة